وقال رئيس السيسي أن تجربة المصرية لها خصوصيتها ولفت رئيس السيسي إلى أن الفوضى التي عقبت عام 2011 كلفت الدولة 450 مليار دولار والحالة التي حصلت في 2011 كانت صعبة جداً لا كانت مطلوبة أنها تتكرر تاني الحالة دي كلفت مصر 450 مليار دولار حالة الفوضى التي حصلت في 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة زوفة الاقتصادية ليس قوية إذن أنت كمسؤول حريص على أنك بقدر الإمكان تحل مسائل لا تقديش من البلد أنها تتهز مرة تاني على نفس النسخ ده قطاع زي قطاع النقل في مصر القطاع ده تكلف 2 تريليون جنيه 2 تريليون جنيه في المدة دي كلها ده معنى إيه؟ معنى أنه كان فيه قطاع والقطاع ده مؤهل لأنه يشتغل عشان يخدم 105 مليون ويخدم استثمارين يجوا يشتغلوا يقدروا يعملوا استثمارات في مصر ترجمة نانسي قنقر